تحاول القوات العراقية مدعومة بميليشيات الحشد الشعبي التقدم في الفلوجة وسط اشتباكات عنيفة مع داعش فيما أعلنت قيادات عسكرية عراقية إحراز عدد من الانتصارات الجزئية حيث استعادت القوات منطقة نعيمية جنوب مدينة الفلوجة مؤكدة أنها باتت على بعد ثلاثة كيلومترات عن مركز المدينة بعد وصولها إلى مشارف حي الشهداء وكانت القوات العراقية بدأت اقتحام المدينة من ثلاثة محاور في عملية أطلق عليها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المرحلة الثالثة من معركة تحرير الفلوجة هذه المعركة تشتد على نحو خمسين ألف نسمة لم يستطيع الخروج من المدينة قبل وبعد بدء الهجوم ولم يتمكن سوى عدد قليل منهم من الخروج عبر ممرات لا توصف بأنها آمنة إطلاقا الأمم المتحدة من جهتها دقت ناقوس الخطر حول المدنيين مشيرة إلى أن الغذاء داخل المدينة محدود ويخضع إلى سيطرة مشددة والدواء قد نفد والكثير من الأسر تعتمد على مصادر مياه ملوثة لعدم توفر خيار آخر تتعالى صرخات أبناء الفلوجة تخوفا من دخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى المدينة والذي سبق وأن وجهت له اتهامات شديدة بارتكاب أعمال سافرة وصارخة في المناطق التي تم تحريرها وخصوصا في تكريت حيث تم تدمير وحرق منازل ومحالة جارية مصير الفلوجة لم يحسن بعد فخسائر المعركة تأتي الأنباء متوالية بشأنها لا سيما بعدما ضربت قوات داعش طوقا من المفخخات حول المدينة أودى بحياة عشرات المهاجمين من القوات العراقية والميليشيات لتصاعد الأخرة بدورها حدة المعركة وفي ظل الضغط والتصعيد من كلا الجانبين يدفع المدنيون في الفلوجة فاتورة الغبار والدمار عارف المرشدي الإخبارية